جداً في هذه المباراة المباراة الأولى إن أنا أقدر أكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة أربع أهداف أو خمس أهداف ضائعة كهرباء مضايع اتنين برستاء ومضايع واحدة كل اللي يعني الثلاثة اربعة اللي قدام صلاح محسن مضايع اتنين في الآخر الحقيقة برضو كان ممكن جداً يخش بهم فورما تاني صلاح محسن ولكن في النهاية بالنسبة لنا عندما تنظر إلى هذا الأمر يجب أن تنظر إلى الجانب الإيجابي أنا دايماً من خلال وجودنا في قناة الأهلي دايماً بقول حاجة لازم لما بص أبص على الناحية الإيجابية هل ده معناً أنه ما فيش سلبيات؟ فيه سلبيات ولكن وحنصلحها أو مش أنا اللي بصلحها كولر نفسه اللي بيصلحها ولكن دايماً لما بنيجي ننظر بننظر لنواحي الإيجابية اللي موجودة فمثلاً تلاقي كثير من النواحي الإيجابية في هذه المباراة انت روحت كم مرة خارج أرضك لأن انت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة صنعت فرص هدفت سجلت هدفين بالفعل صنعت كم فرصة الجانب السلبي اللي هو إضاءة الفرص ولكن الجانب الإيجابي أن أنا رحت ثلاثة أو أربعة أو خمس مرات للحارس نادي سيمبا وقدرت أجيب فيهم جون واثنين لازم نبص لهذا الأمر اللي يقلق أن أنت ما توصلش للمرمى وما تعرفش تحرز أهداف خلي بال حضراتكم دايماً الأندلة المصرية كلها تحديداً عندنا مشكلة بتحصل لما تلعب برا مصر بتحاول توقف وتدافع وتعبلش حاجة غير أن أنت توقف وتدافع يعني إيه أقفل الملعب كويس شاء ما يخشش فيها أهداف دي الطريقة اللي كان بيلعب بيها يمكن أيام جوزي الموضوع كان مختلف شوية لكن قبل كده وبعد كده كان عندنا نفس الشكل ده نحن بنقفل كويس وبنعتمد دايماً أن النادي الأهل التحديية كمان بيعتمد أنه بيلعب هنا مبارياته وبيحاول يكسب بأكبر عدد من الأهداف وكمان أنه نكسب برا يعني يمكن من الأيام الكويسة جداً أو المباريات اللي تلعبت برا القاهرة وقدرنا نفوز بها مباراة الصفاقسي مباراة الصفاقسي دليل كبير جداً جداً كيفية استطاعة إدارة المباراة المدير الفني له دور كبير جداً جداً في مثل هذه الأمور مباراة القيام مش سهلة مباراة صعبة ولا بد من التركيز واستغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق الفوز المريح وفي نفس الوقت عدم استقبال أهداف ما ينفعش يخش فيك جوان ما ينفعش يخش فيك جوان لأنه كل ما هيخش فيك جون كل ما هتبقى مضطر تزود عدد أهدافك أكتر أنا نفسي طبعاً نكسب 2 و 3 و 4 و 5 من بدري عشان نريح الجمهور اللي هيكون موجود إن شاء الله في هذه المباراة وأيضاً عايز أقول لحضراتكم إن لجنة الحكام لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي اختارت الحكم الكنغولي جان جاك نادالا لإدارة مباراة الأهلي مع سنبا التنزاني ماشي نادالا طبعاً من الأسماء الجيدة واختارت لجنة الحكام على تقنية الفيديو الحكم المغربي عادل زوران والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولي وامرينجولا من موزنبيق إذن أتمنى أن يكون تقم التحكيم موفق وليس كما رأينا الحقيقة كنت قاعد بتفرج من شوية على برنامج ملك وكتابة وشفت كابتن جهات جريشة وشفت الكابتن كل الكاباتن كابتن توفيق السيد وكل الكاباتن اللي موجودين وكابتن ياسر عبد الرقوف خبراءنا في التحكيم في قنوات أخرى وفي مواقع رياضية اتكلموا قالوا أن رقل الجزاء أو ضرب الجزاء صحيحة 100% للنادي الأهلي فنتمنى أن احنا نشوف مثل هذا الأمر خلال أو نشوف عدالة تحكيمية حتى في هذه المباراة خلونا نطلع نشوف تقررنا الأول في هذه الحلقة ونحن نتكلم عن التاريخ وأن التاريخ بأنحاز دائما للنادي الأهلي أمام سنبا في القاهرة هنرجع نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر